موسيقى موسيقى صباح الخير حلقة جديدة من أخبار الصباح ليوم الأحد 18 تشرين الأول تقرير عديدة ومنوعة رحمة انتباعها بحلقتنا لليوم أما ضيفتنا فهي الفنانة جورجات جبارة لنحكي عن مسيرتها الطويلة بعالم الرأس بلبنان والعالم ولكن البداية من تلك الصباح بيكون مع اتصالنا مع مصحة الأرصاد الجوية والأستاذ عباس عباد اليوم معنا ليعطينا تفاصيل عن تقس الأحد وشو رح بيكون نطرنا خلال الأسبوع أستاذ عباس صباح الخير صباح النور يا أهلا تفضل بالتفاصيل عن تقس اليوم اليوم رح يكون تقس قليل لغيوم إلى غايم جزئيان أحيانا درجات الحرارة ما في أي تغيير ذكر عن يوم مبارح بالنسبة لبكرة رح تنخفض درجات الحرارة بمعظم المناطق وممكن نشهد بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة نعم بالنسبة للثلاثة الثلاثة رح يكون غايم جزئيان ممكن يكون في شوية أنطار خفيفة خلال الفترة الصباحية وخلال النهار بيكون تأصغير يعني ممكن اليوم الحيبة بيزمت على البحر بيقدر يزمت؟ على هذا الشي بيرجع بصار شي نسبي أو شخصي رح يكون في غيوم خلال النهار غيوم مرتفع طيب درجات الحرارة اليوم قدير رح بتكونوا درجة حرارة الماء كمينا درجة حرارة الماء بحدود 29 درجة بالنسبة لدرجة الحرارة بين 29 و 30 درجة المناطق السحلية على المرتفعات بحدود 24 و 25 وبالدخل بين 30 و 31 درجة نعم وبالنسبة لنسبة الرطوبة الرطوبة تتراوح بين 55 و 75 بالمئة يعني نحنا مبدئيا هلأ قابلين على أيام فيها شرطة بس مثل ما ذكرت رح بتكون أمطار متفرعة أمطار خفيفة منذ فرق يوم بكرة وخلال الثلاثة وصباح نعم شكرا لأكلها التفاصيل أستاذ عباس منتمنى لك نهار حلو جوال صباح الخير مرحبا بيارات من حي كمان مشاهدين اللي عم بتابعونا لليوم الأحد ومثل ما الكسر بيعرفوا عدد صحف قليل بيصدر رح نعمل جولة على عنوينه بالإضافة للمجلات السياسية الأسبوعية إذن اليوم الأحد من 12 تشرين الأول ومن نبدأ اليوم معنوي صحيفة الحياة دمشق تحاول عزل حلب وموسكو لا تتمسك بالأسد غارة تقتل ثلاثة من جبهة النصرة أحدهم مدرج على لوائح الإرهاب في السعودية وأمريكا حرب خفية بين السعودية وروسيا على أسواق النفط في شرق أوروبا الأمم المتحدة تدعو هادي والحتيين إلى مفاوضات في نهاية الشهر الحتيون يتكبدون خسائر كبيرة في تعز السلطة تطالب بتحقيق دولي في العدامات ثلاثة هداء في هجمات طعن في القدس والخليل مع بدي الاقتراع لاختيار برلمان جديد مصر تطوي صفحة الإخوان استطلاعات ترجح عدم فوز حزب أردوغان بغالبية الانتخابات ستجري في ظل داعش وعدم استقرار بغداد تحاول قيادات قبلت استبدال اسم البعث من الحياة منتابع جولتنا مع نوين صحيفة المستقبل من بارتي متشائم الشغور يقتل الوجود المسيحي الراعي مصدوم من عدم الاكتراث الدولي وعدم إدراك القوى المسيحية حجم المخاطر ضمن حديث الأحد لجميل التعطيل يتقاطع مع طموح عون عندما يترجل فارس الأمن اللواء الحسن الأقوى حيا وشهيدا والد الشهيد نطلب العدالة لا الثأر دعم المعارضة يعيد التوازن إلى الوضع السوري حزب الله في سوريا إسرائيل حليف حليفي السيسي يدعو المصريين للمشاركة بقوة في الانتخابات البرلمانية تظاهرة أحوازية في فيينا ضد انحياز الغرب للدولة الفارسية بقلم بولشاول مقالي اليوم بصحيفة المستقبل بعنوان الهر أمام مرآته أسد واشنطن الأسد مهد لظهور داعش 2.5 مليون ضحية في سوريا أربعة شهداء فلسطينيين بإعدامات ميدانية وبختم المستقبل مع الصورة الرئيسية وهي صورة عنوانتها المستقبل على دراج بيروت وتعليقا علي على دراج بيروت تتدرج حكايات المدينة ملونة بالحجر وبعتقه من طرق رجل ترابية إلى صلة وصل بين الهضاب والتلال وبين البحر والمرفأ والأسواق التجارية إذن واحد من دراج بيروت المنتشرة بكل منطقة هيك منختم المستقبل ننتقل إلى عنوان صحيفة الشرق الأوسط فيديوهات الإعدامات تحرج إسرائيل الاحتلال يقتل أربعة فلسطينيين بدم بارد والسلطة ترفض التفاوض على النمط السابق معصوم أكد أن خلافات البيت الشيعي أثرت على أداء رئيس الوزراء الرئيس العراقي للشرق الأوسط استبدال العبادي صعب الرئيس اليمنية اجتمع مع مستشاريه وحكومته للرد على رسالة كيمون مستشار هادي للشرق الأوسط لا جناف اثنين بدون ضمنات لتنفيذ 2216 رفع تعويضات قتله ويواجه الاحتجاجات بالتعبئة خلافات داخل حزب الله بسبب ورطة سوريا وختيما في الشرق الأوسط ناجن وأنا أنزف عجلني برصاصة في الكتف بثينا العباد حلمها بالأبيض الناصع وأدته رصاصة إرهابي القطيف مع الشرق الأوسط نقو ختمنا جولتنا على العنوين السياسي بالصحف لننتقل إلى المجلات الأسبوعية ومنبدأ مع مجلة الأفكار يلي كتبتها الأسبوع لماذا التخوف السعودي من التدخل الروسي في سوريا روسيا تسأل عن مواقع الجنود اللبنانيين في جروض عرسال لتجنبهم ضربات طائرات السخوي وزير السياحة ميشيل فرعون لا حلول في الأفق والشغور الرئاسي طويل الأمد نائب زحلي توني أبو خاطر سامير جعجع فارس العروبة الحقيقية العميد الركن ليس فرحات أمريكا لا تريد محاربة داعش بل استخدامه كفزاعة في الشرق الأوسط العودة إلى أحياء مطار لإليعات لضرورات أمنية يذهب الأسد أم يبقى تلك هي المسألة وأيضا في الأفكار لماذا عرقل الرئيسان ميشيل سليمان وفؤاد السانيورا الحل السياسي للأزمة الرئاسية والحكومية موسكو أبلغت بيروت أن ضرباتها الجوية في سوريا ستزيل خطر تقدم داعش من حمص في اتجاه الشمال اللبناني وختيما في الأفكار عون المتحرر من مفاعيل تسوية الترقيات بعد سقوطها أطلق مواقف تماهد لغيابه عن الحوار وجلسات الحكومة معا من الأفكار إلى عنوين المسيرة وبهالأسبوع زحلي تودع ليس كيف العيشية يضيعة الحب في الوطن منسية الحراك من الألف إلى الغوغة الروس ورأس الأسد جعجع لمؤتمر قوات أمريكا حرب شاملة في المنطقة ولا انتخابات رئاسية في لبنان ومن المسيرة نختم جولتنا مع عنوين مجلة الشراع أبو نيدال المصادر فلسطيني قصة اغتيال أبو أياد ثمير فرنجي البلد في خطر والحل بتجديد التسوية التاريخية ذكرى 13 تشيئين الأول عون ينقلب ولا يتوب روسيا لإيران في سوريا الأمر لي لائحة بأسماء المعتقلين والمفقدين على يد القوات السورية واستخباراتها في لبنان محمد بن سلمان سأل بوتين لماذا لا تدعو بشار للإقامة عندك في روسيا وختاما في الشراع كي لا نكون أسوأ من داعش وهيك مع الشراع مكون ختمنا جولتنا على الأخبار السياسية وعنوين الصحف والمجلات الأسبوعية لنتوقف مع أول فاصل ومنرجع من بعده لمتابعة حلقتنا ترجمة نانسي قنقر